السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الدرس الخامس القسم على اثنان واربعة وثمائية بعد ما اخذنا القسم على عشرة وخمسة وواحد وبتمنى الواجب اللي بكتب لك يا بتبعثلي الحل على الواتس اوب وان شاء الله تكون بتمنى منكم تحلوهم لحالكم طيب اليوم اولا رح نحكي عن القسم على اثنان انا معاي اربعة عشر حبة حلوة الاربعة عشر بدي اوزحهم على ابني وبنتي بدي اوزحهم هاي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش نعش تلتعش اربعة عشر كل واحد كما نحب يطلع له خانشوف ابني واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة نشوف ابنتي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة كل واحد كما نحب يطلع له سبع حبات موزعاته بالتساوي لما قسمت الأربعة عشر حبة على اثنان اعطاني سبعة طيب خلينا وزي ما عودناكم دايما بنا نقسم ونحل مجموعة التدريبات هاي اطلع يا ثالث زي ما حكيت الكو بنا نخدع عملية القسمة ومنحولها لعملية ضرب اطنعش تقسيم اثنان الاش اللي بنضربه بالاثنين بعطينا اطنعش كم يلا كم مين يحكيلي اطنعش تقسيم اثنان يلا تذكر نعش تقسيم اثنان ستة يلا اربعة وعشرين تقسيم اثنان الاش اللي مضربه بالاثنان بعطيني اربعة وعشرين كم اطنعش ثمانطعش تقسيم اثنان الاشي اللي بنضربه تسعة عشرين تقسيم اثنان عشرة وانتو لانكم صرت كبار خلينا نكتب مسألة القسمة الطويلة طيب ستعش تقسيم اثنان شو الاشي اللي بنضربه ستعش هاي المقسوم اشارة القسمة الطويلة باثنان بعطيني ستعش ثمانية ثمانية هاي بالنسبة القسمة على اثنان خلينا نشوف صفحة خمسين تعالوا على فكر ما العدد الذي اذا ضربته باثنان كان حاصل الضرب اربعة طعش اللي هي سبعة طيب شوف اقرأ فكر يلا انت اللي فكر عند قسمة عدد على العدد اثنان يجب ان تكون احده شو لازم تكون احده خلينا نرجع للتدريبات الموجودة هون شو بتلاحظ هاي الاحاد احده احده شو بتلاحظ احده اللي يجب ان تكون صفر والاعداد الزوجية انتو بتعرفوا كل كل اعداد الزوجية اثنان اربعة ستة ثمانية تمام تمام هلا عنا القسمة على اربعة نشوف التدريبات على القسمة على اربعة ثمانية تقسيم اربعة زي كل مرة زي ما تعلمنا نحولها لجملة ضرب الإيش اللي من ضربه بالأربعة بعطيني ثمانية يلا تذكر ثمانية قسمناهم على اربعة اثنان 16 تقسيم اربعة اربعة 12 تقسيم اربعة ثلاثة 32 تقسيم اربعة يلا حولها لجملة ضرب العدد اللي من ضربه بالأربعة بعطينيه 32 يلا تذكر تذكر يلا تذكر ثمانية طيب هون شوف هاي ما أسهلها سهل كثير كثير سبعة ضرب أربعة كم تساوي ثمانية وعشرين وهون القسم الطويلة أربعين تقسيم عشرة ساوي أربعة قلينا نشوف المثال الموجود بالكتاب صفحة واحد وخمسين اشترت هبة أربعة أقلام رصاص ودفعت ثمنها اشترت هاي الأربع أقلام رصاص وكان ثمنهن عشرين قرشا كان ثمنهن عشرين قرشا هلا ما ثمن القلم الواحد كلكم بتعرفوا عشرين المقسوم تقسيم أربع المقسوم عليه العشرين قرش تقسمن على الأربع أقلام عشرين حاصل الضرب عشرين الإشي اللي ضربناه بالأربعة أعطاني عشرين خمسة وهون خلينا نحولها لجملة ضرب الإشي عشرين تقسيم أربعة الإشي اللي ضربته بالأربعة أعطاني عشرين خمسة إذن ثمن القلم الواحد كم؟ خمس قرش طبعا يمكن كتابتها برمز القسمة الطويلة زي ما هو موجود هون العشرين المقسوم الأربعة المقسوم عليه وهون عنا إيش؟ الناتج تمام؟ طيب خلينا نحل التدريبات الموجودة هون أربعة وعشرين تقسيم أربعة يلا حولها نفس الإشي لجملة ضرب يلا أربعة وعشرين تقسيم أربعة الإشي اللي ضربناه بالأربعة أعطاني أربعة وعشرين يلا اذكروا ستة طيب إثناعش تقسيم أربعة طلعوا كيف؟ بتحولوها هيك لجول للضرب والإشي اللي ضربناه بالأربعة أعطاني اثنى عاش شو الإشي؟ يلا ليش بظل أحكي لكم لازم تحفظوا جداول الضرب ثلاثة اثنين وثلاثين تقسيم أربعة ثمانية ستة وثلاثين تقسيم أربعة الإشي اللي ضربناه بالأربعة أعطاني ستة وثلاثين تسعة ستعش تقسيم أربعة اللي حلناها قبل شوي ثمانية وعشرين تقسيم أربعة اللي هي ثمانية يا عفوا سبعة طيب